نكمل درس 5 ثلاثة الأسطوانة هي مجسم ثلاث الأبعاد له قاعدتان دائريتان متطابقتان ومتوازيتان إذن هذا عبارة عن الأسطوانة هي مجسم ثلاث الأبعاد له قاعدتان دائريتان متطابقتان ومتوازيتان إذن نلاحظ الشبكة للشكل هي عبارة عن دائرتان متطابقتان وعبارة عن مستطيل المستطيل طول هو عبارة عن محيط الدائرة والعرض هو عبارة عن ارتفاع الأسطوانة مثال أوجدي مساحة كل دائرة في الأسطوانة المبينة إلى اليسار إذن أول شيء راح نوجد مساحة كل دائرة إذن الدائرتين إذن مساحة الدائرة الواحدة يساوي قانون مساحة الدائرة 2 by نق مساحة الدائرة by نق تربيع إذن مساحة الدائرة by نق تربيع إذن الby عبارة لو اعتبرنا الby 3.14 نق تربيع نق عبارة عن 4 سنتيمتر إذن 4 ضرب 4 نوجد مساحة هذه الدائرة 3.14 مضروبة في 4 تربيع اللي هي 16 يساوي 50.24 سنتيمتر مربع إذن هذه هي مساحة الدائرة الواحدة إذن مساحة الدائرتين الدائرتين يساوي 2 مضروبة في 50 اللي هي من الساحة الواحدة 50.24 من 100 إذن نضربها في 2 راح يعطيني الناتج 100.48 سنتيمتر مربع هذه مساحة الدائرتين اللي هي القائدتين أوجد المساحة الجانبية للأسطوانة إذن هذه ألف أوجد مساحة الدائرتين با المساحة الجانبية للأسطوانة اللي هي مساحة المستطيل مساحة المستطيل إبارة عن الطول ضرب العرض العرض موجود 6 سنتيمتر اللي هو الارتفاع والطول غير موجود اللي هو محيط الدائرة إذن يجب أن نستخرج أولا محيط الدائرة محيط الدائرة 2 باي نق 2 ضرب 3 و 14 ضرب نق اللي هو 4 إذن نضرب 2 ضرب 3 و 14 ضرب 4 في الآلة راح يعطيني 25.12 سنتيمتر إذن هذا هو طول المستطيل إذن محيط أو مساحة 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 الأسطوانة الجانبية الجانبية تساوي الطول ضرب العرض تساوي الطول أخرجناه اللي هو محيط الدائرة عبارة عن 25.12 من 100 ضرب العرض اللي هو ارتفاع الشكل هو عبارة عن 6 إذن نضرب المحيط في 6 راح يعطيني الناتج 150 50.72 سنتيمتر مربع إذن هذه هي المساحة الجانبية للإسطوانة أو جدي المساحة السطحية للإسطوانة المساحة السطحية للإسطوانة إذن نجي المساحة السطحية للإسطوانة تساوي عبارة عن مساحة الدائرتين اللي أخرجناها سابقا وهي هذه المساحة مساحة الدائرتين القاعدة ومساحة الجانبية نجمعهم ليعطيني المساحة السطحية إذن 100.48 زائد 150.72 يساوي راح يعطيني الناتج زائد إذن هذه هي المساحة السطحية للإسطوانة المساحة